السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير اللغة في المتصفح فايرفوكس فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة تغيير اللغة يا شباب في المتصفح فايرفوكس جدا بسيطة كل يتحتاجون تفتحون المتصفح بهذه الطريقة وبعد كده تضغطون على الثلاثة النقاط اللي فوق على اليمين بعد كده من هنا يا شباب تروحون على خيار لإعدادات أو سيتنج تضغطون عليه فرح تفتح معاكم هذه الواجهة في هذه الطريقة تتأكدون أنكم ضغطين على أول خيار وبعدين تنزلون شوي تحت رح تحصلون عندكم خيار اللغة أو اللغة فتضغطون على هذا الخيار بعد كده من هنا تقدرون تختارون اللغة اللي تبغانها أنا الآن موجودة عندي اللغة العربية واللغة الإنجليزية فإذا كان بس عندكم اللغة الإنجليزية مثلا تبغان تضيفون اللغة العربية أو أي لغة أخرى تضغطون على الخيار هذا وبعدين من هنا تضغطون على هذا الخيار من هنا تقدرون تختارون أي لغة تبغانها فنفترض مثلاً هذه اللغة الآن فعشان تضيفون اللغة عندكم تضغطون على خيار Add وبعد كذا تضغطون OK ولو تلاحظون الآن يا شباب تغيرت عندنا لغة المتصفح للغة الجديدة اللي اخترناها تقدرون ترجعون وتضغطون على هذا الخيار رح تضغلين عندكم اللغات اللي أضفتوها أو حملتوها عندكم في المتصفح فلو نختار مثلاً اللغة العربية رح تثبت معنا اللغة فقط كل اللي تحتاجون تضغطون هذا الخيار اللي هو طبق وعدد تشغيل ولو تلاحظون معنا رح يكفر معنا المتصفح ويرجع يفتح من جديد رح يفتح باللغة العربية فكذا تغيرت معنا لغة المتصفح إلى اللغة العربية فهذا كان يا شباب شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر عن المتصفح أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة